بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اعتنى القرآن الكريم بقضية الوقت والزمن عناية بالغة حيث أن الوقت أعز ما يملكه الإنسان اعتنى القرآن الكريم بقضية الزمن عناية بالغة حيث أن الزمن هو أعز ما يملكه الإنسان وسيحاسب على جزء منه بين يدي ربه تبارك وتعالى سيحاسب الإنسان على جزء من الوقت بين يدي ربه تبارك وتعالى فالسعيد من اشتغل وقته بطاعة الله ومرضاته والشقي من استغل وقته في معصية الله وفيما يغضب الله تبارك وتعالى الوقت من أجل نعم الله على عباده ولذلك لأهميته ولعناية المولى تبارك وتعالى به أقسم الله عز وجل به في أكثر من موضع في القرآن فالله عز وجل أقسم بالعصر والعصر هو الدهر وهو الزمن الذي عليه محل أعمال العباد من خير وشر وأقسم الله عز وجل بالفجر فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر وأقسم الله عز وجل بالليل والنهار قال ربنا يتبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال ربنا هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وإذا كان الأمر كذلك لزاما على كل إنسان أن ينظم وقته وأن يستغل الوقت في طاعة الملك سبحانه وتعالى وأن يحذر معصية الله عز وجل في وقت من الأوقات والمطلوب من كل مسلم أن يعلم يقينا بأن هذا الوقت إنما هو نعمة من الله عز وجل وسيأتي يوم وسيحاسب على هذا الوقت بين يدي ربه تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين بأن هناك سؤال عن العمر مطلقاً وسؤال عن مرحلة خاصة ألا وهي مرحلة الشباب وعن شبابه فيما أبلاه وذلك لأن الإنسان في هذه المرحلة يقوى على كل ألوان الطاعات والعبادات فإذا استغل هذه المرحلة فيما يرضي الله عز وجل فهذا هو المغبوط أما إذا وظف هذه المرحلة فيما يغضب الله عز وجل فهذا هو الخاسر في تجارته قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمتين عظيمتين جليلتين لا يعرف قدرهما إلا من فقدهما فلا يعرف قيمة الوقت إلا من فقده ولا يعرف قيمة الصحة إلا المرضى ولنا مع هذا الحديث ملمح نبوي شريف وهو أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مستكفيا وصحيح البدن فقد يكون الإنسان مستكفيا ومستغنيا لكنه لم يكن صحيح البدن وقد يكون صحيح البدن لكنه غير مستكفيا وغير مستغني فإذا توافر في الإنسان أنه صحيح البدن وأنه مستغنيا ووظف هذا الوقت فيما لا يرضي الله عز وجل فهذا هو الخاسر في تجارته هذا هو الخاسر في تجارته ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الأفضلية للناس عند الله من طال عمرهم وحسن عملهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أفضل قال من طال عمره وحسن عمله قيل وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله فالمقت كل المقت في إضاعة الوقت من علامات المقت ومن علامات الغضب إضاعة الوقت ولذلك سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه انتهى اليوم ونقص فيه العمر ولم يزد فيه العمل فلذلك سيدنا الإمام الحسن البصري قال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وقال أيضا أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودناني لكم فإذا كان المولى تبارك وتعالى قد اعتنى بقضية الزمن وبقضية الوقت فالمطلوب من المسلمين أن يوظف وقته وطاعته فيما يرضي الله عز وجل لأنك ستسأل عن هذا بين يدي ربك تبارك وتعالى وهذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها أسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتنا بالطاعة وأن يجعل أوقاتنا كلها في مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين